بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشدة الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضوي المجلس الأعلى للشباب والرياضة نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق الرابع والعشرين لهذا الموسم وأقيم السباق على كؤوس شركة بابكو انرجيز وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفاب الصخير كما حضر السباق عددا من أصحاب السمو وممثل الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس شركة بابكو انرجيز حيث قام السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو انرجيز بتقديم كأسي الشوطين الرابع والثامن إلى مساعد المضمر للفائز إسحاق مراد كما قدم كأس الشوط السادس إلى الملاك الفائزين حسين وعباس عقيل وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم وكأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز حسين الديلمي فيما قدمت دكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو التكرير كأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة فيما قدمت دكتور الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة بابكو جاز كأس الشوط الخامس إلى الفارس الفائز ليه نيومان هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط